السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا دائماً في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة جداً هي وصفة لترطيب الشعر فبصراحة أكثر الطلبات تأتيني في قناتي وفي التعليقات هي الطلبات عن وصفات لترطيب الشعر الجاف والخشن والمجاعد أيضاً ففي القناة دائماً أقدم لكم طرق مختلفة لترطيب الشعر أي وصفات متعددة يعني يمكنكم اختيار الوصفات التي تناسبكم يعني حسب المكونات المتواجدة لديكم وحسب ما يناسب نوع شعركم هنا دائماً لكم الاختيار في أي خلطة تريدونها وقوموا باستعمالها فأنا أستخدم دائماً الوصفات لترطيب الشعر دائماً أجرب وصفات مختلفة لشعري وتعطيني نتائج جد رائعة إذن حبيباتي هذه الوصفة التي سوف أقدمها لكم اليوم بالتحديد فهي وصفة انتشرت مؤخراً كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وهي وصفة لترطيب الشعر والكل في هذا أنها وصفة يعني بمكون واحد فقط فبصراحة هذه الوصفة أنا جد متأكدة أنها سوف تمنحكم نتيجة أكثر من رائعة لهذا أحببت اليوم أن أشاركها معكم في قناتي حتى الطريقة فهي طريقة صحيحة لاستخدامها يمكنكم اتباع هذا الفيديو حتى تلاحظون وتستفيدون أكثر فهذه الوصفة تنفع الشعر يعني مهما كان خش وجاف ومجعد فهي ترطب الشعر بطريقة عميقة ورائعة جداً كما أن الوصفة أيضاً يعني تصل حتى للرجال يعني كبدل للجيل حتى إذا كنت امرأة وتستخدمين الجيل أم رجل وتستخدم الجيل فهذه الوصفة رائعة جداً لأنها لن تسبب لكم القشرة كما يفعل الجيل الذي يسبب حتى التهابات في الفروة ويعمل أيضاً الجيل الاصطناعي المليء بالمواد الكيموية على تساقط الشعر كما أن هذه الوصفة لن تسبب لكم يعني في تساقط الشعر أو الصلاح كما يفعل الجيل الاصطناعي وأهم شيء أنها رخيصة جداً ولن تكلفكم المال وفوائدها أيضاً رائعة جداً للشعر عدا أنها ترتب الشعر فهي توقف تساقط الشعر وأيضاً تقوي الشعر وتعمل على كتافته وتطويله ففوائدها لا تعد ولا تحصى فليست فقط في الترطيب كما قلت سوف أقدم لكم الآن هذا المكون وهو مكون رائع جداً وغني عن التعريف وهو بذور الكتان سوف نحتاج هنا كما ترون في الفيديو إلى بذور الكتان أو كما تسمى أيضاً بالمغربية تسمى بزرعة الكتان سوف نحتاج فقط إلى هذه البذور وإلى الماء فقط فهذه مكونين متواجدين في كل بيت فبصراحة بذور الكتان استعملها كثيراً في الطبخ وفي السرطات فهي بكون رائع وهي مضادة لسرطان التدي وتحمي أيضاً من الشيخوخة المبكرة لأنها تعمل على قتل الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة والسرطان فبذور الكتان مهمة جداً وبالخصوص للنساء لأن بها فوائد كثيرة على الصحة ولما لها من فوائد وفيتامينات وبصراحة فتناولها سوف تدهشكم النتيجة إذا دومتم على بذور الكتان يعني في دخلها في نظامكم الغذائي وأيضاً في استعمالها لوصفات سواء الشعر أو البشرة فهي رائعة جداً أما بالنسبة لطريقة عمل الوصفة فهي سهلة جداً 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 كما ترون نأتي بقدر فارغ أو كسرولة أي قدر يوضع على النار نضع فيه ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان أو كما قلت ما تسمى أيضاً في البلدان المغاربية مثل المغرب الجزائر وتونس بزرعة الكتان ثم نضيف إليها كوبين كبيرين من الماء ثم نضع هذا القدر يعني على النار حتى يغلي أي على نار متوسطة أي لا تكون بنار هادئة جداً ولا قوية هنا مع ضرورة تحريك هذه المكونات يعني من حين لآخر لكي لا تلتصق يعني بهذا القدر أو بالكسرولة نستمر في تحريكها من حين لآخر حتى يصبح الماء يعني بكتافة الجيل كما تلاحظون أن الماء أصبح كقوام الجيل أي مثل قوام جيل الألويفيرا وما يسمى بجيل الصبار فعندما تلاحظون هذا قوموا بإدفاءها أي بإدفاء النار عليها أما الآن على بركة الله سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية أي لطريقة تحضير الوصفة نأخذ قدر صغير أو إناء صغير نضع فوقه مصفات لكي نقوم بتصفية هذا الجيل يعني من بذور الكتن يعني من حبيبات بذور الكتن لكي نحصل هنا فقط على الجيل فقط جيل يكون صافي ونقي كما ترون الطريقة أي حتى يخرج الجيل فقط كما ترون الآن لدينا الجيل بهذه الطريقة ثم يمكنكم وضعه يعني في قنينة تحتفظون به في قنينة يمكنكم الاحتفاظ بهذا الجيل لمدة طويلة أي لشهر كامل بالخصوص في فصل الشتاء فهو لا يفسد أما في فصل الصيف فسوف تحتاجون لإعادة صنعه لأنه ربما يصبح يعني قليلا سائلا وهذا بفعل درجة الحرارة التي تكون عالية في فصل الصيف سوف تحتاجون في الصيف إلى عمله يعني كل أسبوع الآن سوف نأتي إلى طريقة استعمال هذه الوصفة على الشعر تدعونها على الشعر يعني ضروري أن يكون الشعر أولا مبلل يعني الشعر مبلل قليلا من ثم تأخذون هذه الوصفة تفردونها وتدعونها على الجذور حتى الأطرف يعني من جذور الشعر حتى الأطرف لأن بهذه الوصفة حتى الجذور سوف تتغذى بفوائد يعني جيل بذور الكتال لأنها كما قلت في أول فيديو فهي تعمل على تطويل وتكتيف الشعر وتغذيه بطريقة رائعة جدا يعني تقومون بعمله يعني كطريقة الكيراتين كأنكم تدعون الكيراتين على الشعر يعني خصلة بخصلة تدعون هذا الجيل أو هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطرف خصلة خصلة إذا كان شعركم بالطبع مجعد وخشن أما إذا كنتم فقط تريدون الاستفادة من هذه الوصفة وكان شعركم ناعما فننتحتاج إلى وضع هذه الوصفة خصلة خصلة ثم بعد ذلك تلفون الشعر على شكل كعكة وتضعون بوني بلاستيكي على شعركم أو فوطة ساخنة تتركونها على الشعر لمدة نصف ساعة بعد ذلك تقومون بغسلها بالماء ثم بالماء الفاتر والشامبو أما إذا كان شعركم ليس بخشن تماما وليس مجعد فاستعملوا هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع يعني ليس يوميا أما إذا كان الشعر جد مجعد وجد خشن كما قلت استعملوها كل يوم وسوف ترون نتيجة رائعة جدا طبعا سوف تتساءلون هل أغسل شعري بالشامبو كل يوم؟ بالطبع لا فذلك مضر للشعر فأقصى مدة كما نعلم لإستخدام الشامبو للشعر هي مرتين إلى ثلاث مرات كأقصى حد للشعر لذلك إذا كان شعركم شديد الخشونة استخدموا هذه الوصفة كل يوم وقوموا بغسل شعركم مرة بالماء فقط ومرة بالماء والشامبو بهذه الطريقة مثلا أنا اليوم وضعت هذه الوصفة وغسلت شعري بالماء والشامبو في الغد سوف أستعمل الوصفة لكن سوف أغسل شعري بالماء فقط وبعد غد سوف أضع هذه الطريقة أيضا وسوف أغسلها بالماء والشامبو إذن يوم بالماء فقط ويوم آخر بالماء والشامبو أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الطريقة أي يعني بهذه الوصفة إن شاء الله وبهذه الطريقة سوف يتغير شعركم 180 ضرر يعني من شعر مجعد وخش وجاف إلى شعر رطب كالحرير بدون كيراتين وبدون أي مصاريف زائدة فهي كما قلت لكم الوصفة رخيصة جدا لن تحتاج سوى أو فقط درهم واحدة من هذه الحبوب أي من حبوب بذور الكتين أو ما تسمى كذلك في المغرب بزرية الكتين لكي تصنعوا الكيمية أي كيمية كبيرة من هذه الوصفة أو من هذا الجيل احتفظوا بهذا الجيل في مكان بارد وجاف يعني لا تحتفظوا به أمام الشمس لأن هذا الجيل مع درجة الحرارة سوف يدوب ويصبح سائل ضعوه في مكان بارد وجاف فلا تعرضوه أبدا إلى الشمس ولما تنتهون من هذه الوصفة قموا بصنع كيمية أخرى فبالنسبة للرجال يمكنكم أيضا استخدامها بشكل يومي لترطيب الشعر وأيضا لتتبيت الشعر كجيل عادي وكجيل طبيعي إذن حبيبتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن تكونوا قد نالت إعجابكم هذه الوصفة وأفادتكم شاركوها مع أصدقائكم وأيضا مع معارفكم لإفادتهم إذن حبيبتي أتمنى أن أكون قد أفدتكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله